عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط الرهط عدد دون العشرة فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد من أنبياء الله إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولعلماء الحديث شرح طويل لمعنى يدخلون الجنة بغير حساب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يعني أحيانا طالب يؤدي إجابة تامة فيعطى علامة تامة أما هذا السلم التفصيلي ربع علامة ونص علامة المقصرين أما حينما أدى الإجابة التامة نال علامة تامة فحسابه اليسير ولعل هذا بعض المعنى فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء وأشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تهضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون يعني عرفوا الله فتوكلوا عليه وتركوا ما سواه يعني هؤلاء الموحدون هؤلاء الذاكرون هؤلاء الذين عرفوا أن الله هو كل شيء وأن كل السعادة بقربه وأن كل الشقاء بالبعد عنه هؤلاء الذين أخلصوا دينهم لله هؤلاء الذين لسانوا حالهم قل إن صلاتي ونسفي ومحيايا ومماتي لله رب العالمي هؤلاء الذين بذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس لطاعة ربهم هؤلاء الذين أحبوا ربهم وأخلصوا له وخدموا عبادهم ولهد دسانهم بذكره قال هؤلاء لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن مشص فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم هذا الحديث أيها الإخوة يلقي في القلب طمأنينة يلقي في القلب ثقة لأن الله جل جلاله لا يضيع هذه الأمة ولو كانت في مشنة الآن الآن في مشنة كبيرة جدا أردت من هذا الحديث أن ترتفع المعنويات قليلا إن الله عز وجل لا يتخلى عن هذه الأمة ولا يضيع هذه الأمة ولكن نحتاج إلى أن نكون معه حتى يكون معنا كن مع الله ترى الله معك أول فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره وقد وصف الله الشيطان بأنه وسواس خنان لمجرد أن تذكر الله عز وجل يخلص ويتلاشى معك سلاح فعال معك سلاح لا يكلفك إلا أن تكون مع الله إن عبادي ليس لك عليه بسلطة أيها الإخوة الكرام لعل شرور البشر لعل مصائب البشر لعل محن البشر كلها بسبب وسوسة الشيطان ألم يقل الله عز وجل على لسان سيدنا موسى هذا من عمل الشيطان أية طامة كبرى وأية مصيبة كبرى وأي مشنة كبرى وراءها الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعي الشيطان يعدكم الفخر يمنعكم من أن تنفقوا الشيطان يلقي العداوة والبغضاء بين المؤمنين الشيطان يخوفكم من أوليائه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين لمجرد أن تذكر الله عز وجل يطرد الشيطان ويقبع ويكثر وهو أعداء أعداء الإنسان الفائدة الثانية أيها الإخوة أن ذكر الله عز وجل يرضي الرحمن فاذكروني أذكركم أتحب أن أكون جليسك قال كيف ذلك يا رب قال أما علمت أنني جليس من ذكرني وحيث من تمثني عبدي وجدني أنا جليس الذاكرين إنه يرضي الرحمن لأن الله عز وجل حينما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل فاسرى علماء التفسير حق التقوى أن تطيعه فلا تعصيه وأن تذكره فلا تنساه وأن تشكره فلا تكفره أيها الإخوة الكرام إنه يرضي الرحمن لأنك بذكر الله عز وجل أنت مع الله وإذا كنت معه كان معك وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك ثمار يانعة وقطوف رائعة تجنيها من ذكر الله ذكر الله أن تكون مع الله بقلبك كما ذكرت في الخطة السابقة الذكر الأعلى أن يكون بالقلب واللسان معا يليه الذكر بالقلب وحده ثم الذكر باللسان وحده أما أعلى أنواع الذكر أن تذكره بقلبك ولسانك معا أيها الإخوة الكرام إن من سوائد الذكر أنه يزيل الهم والغم عن القلب من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم الهموم التي تملأ القلوب الهموم التي تفتت الأكباد الهموم التي تزحق الإنسان إنها تذهب عن الإنسان بذكر الله عز وجل ألم يقل الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب خالق الكون ولا ينبئك مثل خبير الخبير يقول لك سعادتك بذكره وهل واحد منا لا يبحث عن السعادة هل في الأرض كلها إنسان لا يبحث عن سلامته وسعادته سلامته بطاعة الله وسعادته بذكر الله بينت في الخطة السابقة أن ذكر الله واسع جدا ربما تذكره ذكرا تعبديا تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وربما تذكره ذكرا دعويا تبين للناس رحمة الله وعظمته وعزله وقوته وخناه ولطفه ورأفته إلى آخره وربما تذكره ذكرا تعرفيا تتحدث عن آلائه وعن آياته وعن خلقه في السماوات والأرض وفي خلق الأنفس وربما تذكر أمره ونهيه هذا من الذكر وربما تبادر إلى فعل أمره وترك نهيه وهذا من الفقه الأكبر وربما تدعوه والدعاء من الذكر وربما تقرأ القرآن والقرآن من الذكر وإذا قمت لتصلي فالصلاة ذكر أقم الصلاة لذكري فما من نشاط يتسع ويتسع ويتسع ليجعل كل نشاطات الإنسان ضمنه كالذكر إذن حينما يقول الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب صيغة هذه الآية صيغة قصرية من القصر والحصر أي أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله ومهما بحثت عن شيء يسعدها بعيد عن الذكر فهي تمشي في طريق مسدود فهي تمشي في طريق مغلق أيها الإخوة الكرام يزيل الهم والغم عن القلب ويجلب للقلب الفرح والسرور والبسط هذا معنى قول بعض العلماء في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وهذا قول بعض العلماء بستاني في صدري إن أبعدوني فإبعادي سياحة وإن حبسوني فحبسي خلوة وإن قتلوني فقتلي شهادة فماذا يفعل أعدائي به لأنه ذاكر لله عز وجل أيها الإخوة الكرام هناك صفة للذكر تطهيرية وصفة تعطيرية فبينما الذكر يطرد الشيطان إنه في تارة أخرى يرضي الرحمن بينما الذكر يزيل الهم والغم والحزن هو من جهة أخرى يجلب للقلب الفرح والسرور والإنبساط هل منا واحد لا يتمنى أن يكون سعيدا هل منا واحد لا يتمنى أن يكون في أعلى درجة من السعادة إن طريقها ذكر الله أيها الإخوة الكرام من أعجب ما في الذكر أنه يقوّل بدن كيف الآن ثبت أن معظم الأمراض وراءها شدة نفسية اسألوا أهل الذكر اسألوا الأطباء تكاد تكون الأمراض بمجملها بسبب الشدة النفسية ويقع في رأس الشدة النفسية الشرك والغفلة عن الله عز وجل فالذي يشرك شركا خفيا ويغفل عن الله عز وجل يقع في شدة نفسية خطيرة وهذه الشدة النفسية من الثابت أنها تضعف جهاز المناعة في الجسم وأن جهاز المناعة مسؤول عن مكافحة الأمراض الجرسومية والسرطانية فالذاكر مناعته قوية جدا وما دامت مناعته قوية جدا إذن بعيد عن الأمراض وهذا معنى قول الثلث الصالح إن الذكر يقوي القلب والبدن يمكن أن تعزى أكثر أمراض القلب إلى الشدة النفسية يقوي القلب ويمكن أن تعزى أكثر الأمراض الجرسومية والسرطانية إلى الشدة النفسية فهذا الذي قال إن ذكر الله عز وجل يقوي القلب والبدن أصاب كبدا حقيقة أيها الإخوة الكرام نورهم يسعى بين أيديهم الذاكر متألق الوجه متألق الوجه نور الله في وجهه لذلك قالوا الذكر ينور الوجه والقلب معا إذا نور قلبك صحت رؤيتك ورأيت الحق حقا والباطل باطلا وإذا استمار وجهك كنت من أجمل الخلق بعيدا عن صروف الجمال الموضوعية المؤمن متألق تألق المؤمن من اتصاله بالله عز وجل ثم إن الذكر يجلب الرزق قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية فحينما تذكره كأن الله عز وجل يقول لك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم لماذا التضييق ولماذا الهم ولماذا الغم ولماذا الحذن إنه يجلب الرزق استقمت مع الله عز وجل وقد يمتحن الإنسان برزقه لكن من مظام ذكر الله عز وجل أنه يجلب الرزق هناك أشياء كثيرة تحدثوا عنها في خطة سابقة ذكر الله عز وجل يجلب الرزق وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك سيط الرحم تزيد في الرزق الاستغفار يزيد في الرزق الاستقامة تزيد في الرزق الإيمان والعمل الصالح يزيد في الرزق وذكر الله عز وجل يزيد في الرزق ثم إن الذاكرة يكسوه الله مهابة وحلاوة ونضرة ومن هاب الله ذاكرا هابه كل شيء ومن لم يهب الله بغفلته أهابه الله من كل شيء المؤمن له هاله له وقار له مكانه هذه جاءته باتصاله بالله عز وجل فهو يخشو الذاكرة المهابة والحلاوة والنضرة أيها الإخوة الكرام الذكر يورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجال وقد جعل الله لكل شيء سببا وجعل سبب المحبة دوام الذكر إن أردت أن يحبك الله عز وجل فأكثر من ذكره لكل شيء سبب إن أردت محبة الله عز وجل أكثر من ذكر الله عز وجل وفي بعض الأثر إن أردتم رحمتي فاذكروني إن أردت رحمة الله عز وجل أذكره كثيرا لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أذكر الله ذكرا كثيرا أيها الإخوة الكرام إن الذكر يفضي بك إلى المراقبة والمراقبة تفضي بك إلى الإحسان والإحسان أعلى مراتب الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كأن مفتاح المراقبة أن تذكر الله والمراقبة مفتاح أن تكون محسنا والإحسان أعلى مراتب الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لعل الإحسان نور يخذبه الله في القلب كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى والفائدة الحالية عشرة للذكر أنه يورث الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل فمتى أكثرت الرجوع إليه بذكره أورثك هذا الرجوع إنابة دائمة إليه هذا إن في ذلك لذكرى لكل عبد منيب بذكر الله عز وجل ترجع إليه في كل شيء في كل موقف في كل موضوع في كل نشاط في كل حركة ترجع إلى أمر الله عز وجل لأنك ذاكر ولست بغافل والفائدة التي بعدها إن الذكرى يورث القرب من الله تعالى فعلى قدر ذكرك لله تعالى يكون قربك منه وكلما كنت من الله أقرب كنت أفعد الخلق ترى وعلى قبر الغفلة يكون البعد عنه لذلك أكبر عقاب يعاقب به الإنسان أن يحجب عن الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وأكبر مكافأة من الله ينالها الإنسان أن يكون قريبا من الله قد يكون الإنسان في محنة شديدة وفي عيش خشن لكنه قريب من الله عز وجل فهو أفعد الخلق وقد يكون في بحبوحة مادية لا توصف وقلبه غافل عن ذكر الله فهو أشقى الخلق هذا الذي قال لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلون عليه بالسيوف صدق لأنه ذاق من طعم القرب ما ذاق فرأى النعيم كله في القرب من الله عز وجل أيها الإخوة الكرام إن الذكر يفتح أبوابا عظيمة من أبواب المعرفة وكلما أكثرت من الذكر إذ ذدت من المعرفة إن صح أن هناك معرفة إشراقية هي ثمرة هذا الذكر وهذه المعرفة الإشراقية منضبطة بالكتاب والسنة فلعل الله عز وجل يزيدك بذكر الله فهما لكتابه وفهما لسنة رسوله وإدراكا للحكم التي وراء النصوص أيها الإخوة الكرام والفائد التي بعدها إن ذكر الله عز وجل وهذه من أخطر الفوائد يورس ذكر الله لك فرق كبير بين أن تذكره وبين أن يذكرك إذا ذكرك أسعدك إذا ذكرك فأنت أسعد الخلق طرا إذا ذكرك وفقك إذا ذكرك نصرك إذا ذكرك نور قلبك إذا ذكرك ألقى في قلبك الأمن أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شتان بين أن تذكره وبين أن يذكرك قال تعالى ساذكروني أذكركم أنت إن ذكرته التمست عفوه إن ذكرته التمست مخصرته إن ذكرته التمست القرب منه أما إذا ذكرك ألقى الأمن في قلبك إذا ذكرك وفقك في زواجك إذا ذكرك أنطقك بالحق إذا ذكرك كان عمرك مباركة قمت في هذا العمر المحدود بأجل الأعمال بأجل الأعمال حتى إن الله عز وجل وهذا تعلمونه جميعا أقسم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون لماذا أقسم الله بعمر النبي لأن هذا العمر فعل فيه الشيء الذي لا يوصف كان سبب هداية البشرية وحجمك عند الله أنت أيها الأخ الكريم وأنا معك بحجم عملك الصالح حجمك عند الله بحجم عملك الصالح فكلما ازددت قربا من الله أجر الله على يديك العمل الصالح أيها الإخوة الكرام العمل الصالح سبب الجنة ادخل الجنة بما كنتم كعملون وذكر الله عز وجل يورس حياة القلب قال بعض العلماء الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء وهذا مثل بليغ أيها الإخوة ذكر الله لنا كالماء ونحن السمك فإذا فارقنا الماء بدأ الاضطراب وبدأت المنازعات والخصومات والأحقاد والحروب والعدوان كل مفتلات البشر من بعدهم عن الله عز وجل بل إن كل ما يعانيه أهل الأرض هي أعراض البعد عن الله عز وجل بل هي أعراض الإعراض عن الله عز وجل وقال بعض العلماء الذكر قوت القلوب فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته أنت جسم يحتاج إلى طعام وشراب ثلاث وجبات يومية وأنت نفس تحتاج إلى ذكر العقل يحتاج إلى علم والقلب يحتاج إلى ذكر والجسم يحتاج إلى طعام وشراب أغزية ثلاث إذا قصرت بواحد منها اختلت حياتك إذا قصرت بالذكر تصحر قلبك وإذا قصرت بالعلم جف عقلك وإذا قصرت بالطعام والشراب ضعف جسمك أنت بحاجة إلى غذاء للجسم وغذاء للعقل وغذاء للقلب غذاء القلب ذكر الله أنا بذكر الله ذا اطمئني القلوب وغذاء العقل العلم الصحيح المستنبط من الوحي وغذاء الجسم الطعام والشراب والذكر أيها الإخوة يرث جلاء القلب من صدأه كما قال عليه الصلاة والسلام إن القلوب لتصدأ قالوا وما جلاؤها قال ذكر الله الإنسان يعاني أيام من ضيق في قلبه من ثأم من ضجر من تشاؤم من ثوداوية من انقباض هذه أعراض الغفلة عن الله عز وجل ثم إن الذكر أيها الإخوة يزيل الوحشة بين العبد وربه فالغافل بينه وبين الله وحشة لا تزول إلا بالذكر وأسعد الناس هو الذي بينه وبين الله اتصال والعلاقة بين الله وبينه عامرة ليتك تحلو الحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الوسط فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب أيها الإخوة إنك إن ذكرت الله عز وجل حمدته وسبحته ووحدته ذكرك عند الشدة فقد ورد في الحديث الشريف إنما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن يعني ذكرك لله عز وجل ينفعك حين الشدة وإن العبد إذا تعرف إلى الله بذكره في الرخاء يعرفه في الشدة وإن الذكر ينجي من عذاب الله تعالى كما قال معاذ رضي الله عنه ويروى مرفوعا ما عمل آدمي عملا أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى ما عمل آدمي عملا أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى فالذكر سبب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الله عز وجل سبب يبعدك عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل فإن العبدة لا بد له من أن يتكلم فإن لم يتكلم بذكر الله عز وجل وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها ولا سبيل إلى السلامة البتة إلا بذكر الله تعالى أيها الإخوة الكرام هاي قاعدة نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر لا بد من أن تتكلم فإذا وطنت نفسك أن تذكر الله في كل مجلة الذكر الدعوي تشرح آية تشرح حديث حكم فقهي قصة عن أصحاب رسول الله أي كوني شيء يقرب من الله إن لم تذكر الله لا بد من أن تذكر الناس بعيوبهم ونقائصهم وقعت في الغيبة والنميمة والفحش والمحاكاة وآفات اللسان كلها لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرني ربي بتفع خشية الله في السر والعلانية كلمة العدل في الغضب والرضى القض في الفقر والغنى وأن أصل من قطعني وأعفو عن من ظلمني وأعطي من حرمني وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة مجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الذاكر يسعد ويسعد به جليسه الذاكر يسعد ويسعد به جليسه لذلك لا تصاحب من لا يرقى بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله من إين جاء هذا الحال من الاتصال بالله عز وجل السيدنا حنظل جرس يبكي رآه الصديق عليه رضوان الله قال ما لك يا حنظلة تبكي قال نافق حنظلة نكون مع رسول الله ونحن ورجلنا كهاتين فإذا عافتنا الأهل ننسى فانطلق إلى رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أما أنتم فساعة وساعة أما نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصاف حدكم وملائكة إذن الذاكر له حال وهذا الحال كنهور له إشعاع فالذاكر يسعد بذكره ويصعد جليسه بذكره والذاكر يأمن من الحسن يوم القيامة فإن بكل مجلس لا يذكر الله فيه حسرة على أصحابه ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه إلا قاموا عن أنتم من نتمي حمار نتمي جيفة فالحسرة التي تتأثى من الغفلة عن الله يتلافاها الذاكر والاشتغال بالذكر سبب عطاء الله عز وجل لقول الله عز وجل في الحديث الصحيح من شغله ذكر عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ثم إن الذكر أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها حركة اللسان أخص حركات الجوارح وأيسرها ولو تحرك عضوا من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة الإنسان لا شق ذلك عليه فأنت بذكر الله بالدعوة إلى الله بتبيين الحق بالنصح بإرشاد المسلمين ببيان أحكامهم الفقية أنت ذاكر تذكر ذكرا تعبديا وذكرا دعويا أيها الإخوة الكرام هذا الذكر فوائده لا تحصى عد بعض العلماء لذكر مئة فائدة هذه بعضها فيا أيها الإخوة الكرام طبقوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيم أيها الإخوة الكرام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الكرام عن ابن عباس رضي الله عنه أو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط الرهط عدد دون العشرة فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد من أنبياء الله إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه ولكن أنظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي أنظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولعلماء الحديث شرح طويل لمعنى يدخلون الجنة بغير حساب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يعني أحيانا طالب يؤدي إجابة تامة فيعطى علامة تامة أما هذا السلم التفصيلي ربع علامة ونص علامة المقصرين أما حينما أدى الإجابة التامة نال علامة تامة فحسابه اليسير ولعل هذا بعض المعنى فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء وأشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون يعني عرفوا الله فتوكلوا عليه وتركوا ما سواه يعني هؤلاء الموحدون هؤلاء الذاكرون هؤلاء الذين عرفوا أن الله هو كل شيء وأن كل السعادة بقربه وأن كل الشقاء بالبعد عنه هؤلاء الذين أخلصوا دينهم لله هؤلاء الذين لسان حالهم قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين هؤلاء الذين بذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس لطاعة ربهم هؤلاء الذين أحبوا ربهم وأخلصوا له وخدموا عبادهم ولهد دثانهم بذكره قال هؤلاء لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن مشص فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال أتوقك بها عكاشة هذا الحديث أيها الإخوة يلقي في القلب طمأنينة يلقي في القلب ثقة لأن الله جل جلاله لا يضيع هذه الأمة ولو كانت في مشنة الآن الآن في مشنة كبيرة جدا أردت من هذا الحديث أن ترتفع المعنويات قليلا إن الله عز وجل لا يتخلى عن هذه الأمة ولا يضيع هذه الأمة ولكن نحتاج إلى أن نكون معه حتى يكون معنا كن مع الله ترى الله معك